إطلاق سراح السجناء اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع أبرز أسر الجيش والأمن المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية أخت طفف في الخامس والعشرين من مارس الماضي قبل انطلاق عصفة الحزم بساعات قليلة حيث نصب له كمين في منطقة الصبر شمال عدن وهو في طريق عودته من جبهات القتال في لاحج ظل الإفراج عن الصبيحي مطلبا للحكومة اليمنية وورد ذكره في القرار الأممي قيادات عسكرية وسياسية من الصف الأول موالية للحكومة لا تزال تقبع في سجون الميليشيات أبرزها اللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز المخابرات في عدن وشقيق الرئيس هادي والذي خططف مع وزير الدفاع الصباحي وكان معهما بنفس الحادثة العميد فيصل رجب قائد محور أبيان العسكري عمليات الخطف أو الاعتقال طالت أيضا قيادات سياسية مناهضة للانقلابيين من أبرزهم محمد قحطان الذي خططف في محافظة إب وهو في طريقه من صنعاء إلى عدن لتهنئة الرئيس هادي بسلامة وصوله إلى عدن بعد خروجه من صنعاء فيما اعتقل وزير التعليم المهني والتدريب الفني في حكومة بحاح الدكتور عبد الرزاق لشول أثناء خروجه من منزله في صنعاء في التاسع من أغسطس الماضي ميس عمار العربية ميس عمار العربية ميس عمار العربية